واحد السجون بالإفراج عن 2868 من نزلاء السجون الغارمين وده بعد سداد مدنياتهم من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وتم إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي فلال الفترة من 10 أكتوبر 2018 وحتى 23 يناير 2019 وده طبعاً بيجي تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 67 وصورة 25 يناير وكمان تفعيل لمبادرة رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين